المغرب يحقق الميدالية الثانية في بطولة العالم لألعاب القوى بودابست المجر 2023 بنتنا فاطمة الزهراء تحقق رقم تاريخي وإنجاز تاريخي في بطولات ألعاب القوى السلام عليكم ورحمة الله صحينا النهاردة على إنجاز تاريخي للمغرب وبعثة المغرب المتوجدة الآن في بطولة العالم لألعاب القوى في الهواء الطلق في مدينة بودابست بالمجر الميدالية الثانية للمغرب عن طريق اللاعبة فاطمة الزهراء كرادي اللاعبة اللي كانت بصراحة مستبعدة في الفترات اللي فاتت ولكن بعد المعاناة أو من رحم المعاناة يولد البطل النهاردة بنتنا وبطلتنا بتهدي المغرب الميدالية الثانية في بطولة بودابست 2023 في سباقات المارسون سباق المارسون يا جماعة اللي بيحتاج صبر وقوى النهاردة بنتنا بتتقلق وبتهدي المغرب الميدالية الثانية ميدالية برونزية تاريخية للمغرب في بطولات ألعاب القوى فاطمة الزهراء كرادي تهدي المغرب أول ميدالية في بطولة العالم في سباق المارسون سيدات بعدما حققت الميدالية البرونزية بتوقيت ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة وسبعتاشر سانية خلف الأسيوبيين شانكولي وغابريسيلياس اللتان حققتها أفضل ركم لهما في هذا الموسم وبالتالي النهاردة ميدالية برونزية وبالأمس القريب ميدالية زهبية يبقى عندنا ميداليتين في بطولة ألعاب القوى بيخلي بعثة المغرب بتروح بعيد في بطولة ألعاب القوى وتتقدم مراكز كبيرة في صبورة الميداليات هذه الميدالية الثانية للمغرب في هذه النسخة بعد زهبية سوفيان البقالي في 3000 متر موانع البرونز للقرادي البرونز لفاطمة الزهراء البرونز لبنتنا بعد سباق كان زاكي جدا منها وكان مرهق وشاق من البطلة المغربية اللي عندها 31 سنة المصنفة رقمية 59 عالميا صاحب التوقيت ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة وثلاث سواني في مارسون الرباط اللي كان في المغرب يذكر أن فاطمة الزهراء كانت بتعاني من الاستبعاد وكان عندها مشاركة ويعني حرمت من المشاركة في البطولات أو آخر سنتين في البطولات اللي بيشارك فيها المغرب بسبب القرارات الغير مفهومة من الجمعة المغربية لألعاب القوى أو الإدارة التقنية لألعاب القوى في الجمعة الملكية المغربية لألعاب القوى قبل أن ترضخ اللاعبة لطلبات الجامعة وتستطيع أن تمثل منتخبات المغرب أو المنتخب المغربي في بطولة العالم وفي المنافسات الكبرى والنهاردة بتثبت فاطمة الزهراء أنها كانت قادرة على إهداء المغرب ميداليات كتير آخر سنتين ولكن حرمت من المشاركة يريد اللي يعرف لماذا حرمت فاطمة الزهراء كالراضي من المشاركة في المسابقات الكبرى في آخر سنتين لأن بصراحة بطلتنا وبنتنا النهاردة بتقدم إنجاز تاريخه للمغرب وبتضيف ميدالية تاريخية لأول مرة في سباء أو فئات المرسون للمغرب والنهاردة بتضيف الميدالية التانية للمغرب وبالتالي هناك أسئلة كثيرة لماذا لم تشارك فاطمة الزهراء في الفترة اللي فاتت ولكن خلينا من السلبيات والنهاردة نفرح بالإيجابيات ونفرح ببنتنا فاطمة الزهراء اللي عملت إنجاز تاريخي وميدالية تاريخية برافو فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء بعد المرسون كانت تصرخ وتبكي من الفرحة بعد تحققها لأول ميدالية في تاريخ مشاركات المغرب في بطلات ألعاب القوة بالنسبة لفئة المرسون النهاردة دي الميدالية 33 للمغرب في تاريخ مشاركاتها في بطلات العالم لألعاب القوة في الهواء الطالق كبار النهاردة دي الميدالية التانية في نفس البطولة بودابيس 2023 الميدالية رقم واحد في اختصاص السيدات في المرسون الميدالية رقم 3 في هذا الاختصاص رجال وسيدات بشكل عام بعد زهبيتي جواد غريب 2003 و2005 النهاردة البرونزية دي جعلت المغرب زي ما قلت لك في أول الفيديو يرتقي إلى الردبة 13 مكرر في صبورة الميداليات والردبة رقم 20 في ترتيب النقاط بواقع 14 نقطة 8 بفضل زهبيت سوفيان بقالي و6 بفضل برونزية الكرادي من قبل يومين أو قبل ما تنتهي بطولة العالم لألعاب القوة بيومين المغرب دلوقتي في المركز 13 مكرر بالنسبة للميداليات والردبة 20 بالنسبة للنقاط طيب النهاردة المغرب يا جماعة بيروح بعيد في ألعاب القوة ولكن والله عندنا أبطال والله عندنا نجوم لازم نركز عليهم ولازم نتابعهم لازم ندلهم الإمكانيات عشان يرفعوا أعلمنا عالية في البطولات الكبرى والمسبقات الكبرى من قناة كريم الهنداوي مليون مبروك لفاطمة الزهراء تحقيقها الميدالية التانية للمغرب بعد البقالي دلوقتي عندنا فاطمة الزهراء الاتنين اللي شرفونا وأهدوا المغرب يعني ميداليات في بطولة ألعاب القوة اكتب كلمة تشجيعية لبنتنا فاطمة الزهراء في التعليقات لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته